بابا بيك المقر بابا وجوج بحذيقة جراني بيك و جرانبا بيك سيلعبان في منزل الشجرة بابا وجوج يحبان منزل الشجرة هؤلاء أصدقاء بابا وجوج زوين، سوزي، باباكا و ريتشارد أحب منزل الشجرة يا بابا أنا أدخل أجل يمكننا الآن أن نقيم حفلة شاي ها هما فادرو و داني مرحبا يا بابا يمكننا الدخول؟ آسفة يا داني، الفتيات فقط تدخل منزل الشجرة الفتيان ساخبون بعض الشاي ويفسدون حفلات الشاي دوما لكن جورج و ريتشارد فتيان أوه أجل آسفة يا جورج، منزل الشجرة هذا للفتيات فقط ماذا حدث؟ الفتيات لا يريدنا إدخالان منزل الشجرة ليس عادلا أوه أوه، أظن يمكنني المساعدة تعالوا هنا الآن يمكننا إقامة حفل شاي جميل وهادئ بابا بيكو زوي، ابنة رجل البريد السيد حمار وحشي يوصل الرسائل لمنزل بابا إن زوي مع والدها اليوم تقوم بتوصيل رسائلها الخاصة الكلب داني، الحمل سوزي، الأرنبة ريبيكا، آه، بابا وجورج لم يتبقى سوى هؤلاء جيد، لنقم بتوصيلهم أزل أبي البريد بابا وجورج حبان وصول البريد لدينا رسالتان هذه لدادي بيك هذا مثير عزيزي دادي بيك، أرجوك ادفع فتورة التليفون أوه وما هي الفتورة؟ إنها تبدو كشي ممل الفواتير مملة جداً أمي، هل الرسالة الأخرى لك؟ لا، هذه الرسالة لبابا وجورج رائع، رسالة لجورج ولي فلتأتي إلى حفل عيدي ميلادي، زوي صديقتكما زوي قامت بدعوة بابا وجورج لحفل عيد ميلادها أجل عليك كتابة رد لزوي كي تخبريها أنك ذاهبة لعيد ميلادها أتساعدين أنا بالكتابة يا أمي؟ بالطبع بابا وجورج اكتبان رداً لزوي ماذا تريداني أن أكتب؟ عزيزتي زوي عزيزتي زوي أم، لا أعلم ماذا أقول ماذا عن؟ نتشوق كل القدوم لحفلك أتيب الثمنيات، بابا وجورج ما لون الغلاف الذي نستخدمه؟ الأحمر إلى الأنسة الزوي وأخيراً الطابع الرسالة جاهزة الآن بابا بيكو الآن يا فتيان لديكم مقركم الخاص، وهو بباب متحرك إنها قلعة، شكراً يا جرام بابيت هل يمكننا الدخول؟ لا، هذا مقر الفتيان، للفتيان فقط ولكنني أحب القلاع، القلاع ليست جيدة كمنازل الشجرة هيا يا فتيات، أنا ملك القلعة أه ăم، هه 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 كل قلعة تحتاج لراية واو، الفتيان لديهم راية نحن لنحتاج لراية تافيها ها هي جراني بيك مرهباً بكو لكنني أجلب لكنا شيئاً راية أجلك، ويجب أن تكون أفضل من راية الفتسين سأرى ما بإمكاني أنا أملك القلعة أوه أوه كل قلعة تحتاج لهاتف أمسك هذا أبقي الحبل سليما ومشدودا وسيمكنك التحدث معهم لا نريد التحدث مع الفتيان لا نريد التحدث مع الفتيات جراني بيج وجدت راية لمقر الفتيات الفستان سيكون راية جميلة شكرا جدتي إنها ليست جيدة كراية الفتيان أتمنى لو أننا في القلعة الأميرات الجنية يعيشنا في القلاع لو كنت أميرة جنية كنت سأعيش بمنزل الشجرة هل نستطيع القدوم إليكم؟ أرجوكم فقط لو قلتنا إن القلعة هي الأفضل إنها بالفعل الأفضل أنا سأظل بمنزل الشجرة بابا بيكو جولة الدراجات إنه يوم مشمس ولطيف بابا وجوج ينهون فطورهم اليوم مناسب لجولة بالدراجات جولة الدراجات بابا وجوج يحبان جولات الدراجات بابا لديها دراجة جوج دراجاته ثلاثية الأم والأب دراجاتهما مزدوجة ما هذا يا أبي؟ إنها دراجتنا أنا أجلس بالأمام ومامي بيك تجلس بالخلف ويمكننا وضع هذين المقعدين بالخلف لبيبا وجورج لكننا نريد الذهاب معكم بدراجتنا جورج مازال صغيرا قدمه ستتعبان جدا لكنني فتاة كبيرة لن أتعب أبدا ستكون جولة طويلة بالدراجة أمتأكدة؟ أجل يا أبي متأكدة حسناً أحن جاهزون؟ أجل دادي بيك هيا لنذهب يا رفاقة أنا الفائزة إنه ليس سباقاً بيبا نحن فقط نتجول بالدراجة أجل يا أبي أنا ما زلت الفائزة الآن نحن الفائزون لا أحب القيادة سعوداً بابا لقد فزنا بالسباقة لا لم تفعل يا أبي لأني لم أكن أصابق هذه المرة فعلاً لكن الآن أفعل لن تلحقني يا لك من طفلة مخادعة أهلاً يا بطاة نحن نتجول بالدراجات أهلاً يا بطاة بابا بيك هذا صندوق البريد ها هم داني، سوزي، بادرو، ريبكا والفيلة آميني الكل سيرسل رسائل ها هي بابا مع رسالتها انتهيت، الآن ماذا سيحدث؟ مرحباً جميعاً أهلاً بابا، هل استلمت رسالتي بخصوص الحفل؟ أجل، ولقد كتبت لك رداً هذا رائع يا إلهي، الكثير من الرسائل اليوم وهذه هي رسالتي لكي إنها مهمة جداً جداً يا زوي أهي لي، أيمكنني فتحها الآن؟ إنها لك يا زوي، لكن يجب توصيلها قبل فتحها هذه هي وسيلة البريد أوه وبهذا الكم الذي يجب توصيله اليوم علي البدء الآن أيمكن أن نأتي معك أنا وجورج؟ إصعدا يا بابا وجورج أراكم لاحقاً بابا وجورج يساعدين سيد حمار وحشي إن هذا منزل زوي هذه الرسالة موجهة إلى الآنسة زوي وهذه للآنسة زوي وهذه للزوي وهذه للزوي وهذه للزوي كل البريد للزوي كنت أنسى كم أحب الدراجات كنت أنسى كم أكره القيادة لأعلى الجبل الأرض منحجرة بعض الشيء لا أحب القيادة لأعلى الجبل لكن انظروا للمنظر الجميل يا إلهي هذا عمل شاق مامي بيج توقف تعني التبديل آه آسف كنت أستمتع بالمنظر بابا وعائلتها وصلوا لأعلى الجبل كل أصدقائي بابا هنا أهلا بابا مرحبا سوف نتسابق بدرجاتنا بابا أتريدين التسابق أيضا حسنا طالما أننا سنتسابق أسفل الجبل حسنا بابا وأصدقائها يتسابقون لأسفل الجبل أنتم مستعدون؟ مستعدون يمكنكم البدء بعد الضغط على البوق هكذا بادرو انطلق مبكرا توقف يا بادرو السباق لم يبدأ بعد آسف دادي بيج كنت فقط أخبركم أن البوق صوته هكذا توقف يا بادرو آسف يا بادرو كانت غلطتي هذه المرة عندما أطلق البوق ثانية انطلقوا هل قال انطلقوا؟ أعتقد انطلقوا انطلقوا هيا يا بادرو لكن يا أبي أنت لم تطلق البوق بابا بيك يا إلهي إنها تمطر والقلعة ليس بها صط هيا إلى منزل الشجرة لا لن أغادر قلعتي أبدا توقف المطر جوج وجد بركة طين هذا يبدو ممتعا سأظل في قلعتي أنا سوف أظل في منزل الشجرة أنا سوف أعتني بقلعتك يا داني سأعتني بمنزل الشجرة يا بابا بابا وداني يحبان القفزة ببركة طين الجميع يحب القفزة ببركة طين سواء كانوا فتاة أم فتاة تابا بيك وهذه هي الرسالتي أيمكنني إرسالها؟ بالطبع تابا تحب إرسال رسائل أمي أنظري، كل هذه الرسائل لي أوه رائع أيمكنك قراءة هالي؟ عزيزتي زووي، التشوق لحضور حفلتك من الكلب دانيو الحمل سوزي ستأتي لحفلتك وريبيكا، بيدرو، أميلي، كاندي سيأتونا جميعاً لحفلتك وهذه الرسالة مني أنا تقول نحن قادمان إلى حفلتك حبي واعتزازي بيبا وجور الجميع قد وصل لحفل زوي عيد ميلاد سعيد يا زوي واو هدايا كثيرة ستكتبين العديد من رسائل الشكر يا زوي ومن سيقوم بتوصيل كل رسائل الشكر هذه أنت ستفعل يا أبي يمكنني المساعدة تفطي الكلب داني في القدمة انتظروني أنا فوس أحسنت يا تفا أجل أنا ماهرة بالقيادة لأسفل الجبل كان وقت رحيل أجلقاء فيفا إلى لقاء يا فيفا وديان وقت رحيلنا أيضاً يا فيفا أمي أنا متعبة جداً كل تلك القيادة لأعلى ولأسفل قد أتعبت قدمي جداً يمكنني ركوب دراجاتكم لكن أين سيجلس دادي بيج؟ أمي أبي يمكنه ركوب دراجاتي إنها جميلة جداً حسناً أحب العجلة المزدوجة أبي أتعجبك دراجاتي؟ أجل يا فيفا إنها جميلة بيفا تيكو بيفا تيكو الأرنبة ريبيكا إنها نهاية يوم لطيف آخر بيبا وجود يلعباني مع ريباكا والأرنبي ريتشريد وقت رحيل يا قفلي آه لكننا نريد اللعب أكثر يا أمي ربما غدا أيزولنا بيبا وجورج غدا يا أمي؟ أجل مرحة لماذا يبكي ريتشيرد هكذا؟ ريتشيرد يخاف من نزول الدراج لماذا؟ ليس لدينا درج في منزلنا ماذا؟ لا درج هذا صحيح سوف درعينا غدا وداعا إلى اللقاء إنه صباح سيذهباني لمنزل الأذنبة ريباكا اليوم مامي بيب تقود وأنا سأتولى الخريطة أمتأكد يا داجي بيب نحنرته دوما عندما تتولى أنت الخريطة لن نضل الطريق حسنا أنتم جاهزون؟ أجل مامي بيك إذن هيا بنا بابا وجورج متحمسان جدا لم يذهب لمنزل الأذنبة ريباكا من قبل أبي هل اقتربنا؟ الخريطة تقول إن منزل ريباكا على التلة التالية أنا لا أفهم يجب أن يكون منزل ريباكا هنا إننا تائهون هناك فقط حديقة الجازر أين قد يكون منزل الأذنبة ريباكا؟ مرحبا جميعا ريباكا سأريكم معه أراكم لاحقا نراكم لاحقا تعال يا جولة بحافلة المدرسة بابا وأصدقائها سيتجرون بحافلة المدرسة أطفال أطفال انتبهوا من فضلكم لنتأكد أن جميعكم هنا بابا وجورج هنا ريباكا والأرنبو ريتشر هنا الحمل سوسي هنا ماذا عن زوي هنا الكلب داني هنا الفيلاتو آميلي هنا المهرو بيدرو المهرو بيدرو ليس هنا تأخرنا بيدرو كنت تفوت جولة المدرسة آسف سيدة جزال لا تقلق وصلت بمعادك هيا صعبوا الأنسة أرنب هي السائقة سنسير بسرعة نراكم لاحقا أطفال انتباه من فضلكم اليوم سنذهب في جولة إلى الجبال مرحب أحضرتم وجبات خفيفة؟ أجل سيدة جزال سيدة جزال أمكننا تناول وجباتنا الآن؟ بابا سنتناول وجباتنا عند الوصول بابا ماذا أحضرتك وجبة خفيفة؟ تفاحة الحمراء لدي تفاحة الخضراء هيا نتبادل حسنا بابا سوزي ماذا تفعلين؟ سوزي قالت لي أن أفتح علبة وجبتي بابا قالت لي أن نبدل تفاحنا لا بأس لكن وفرة بعض الطعام للنزهة حسنا سيدة جزال بابا طبيب الأسنان كل صباح بابا وجورج يغسلان أسنانهما بابا وجورج سيذهبان لطبيب الأسنان بابا جورج أمستعدان للفحص؟ ليس لدي وقت للفحص بل إن لدي حفل شاي ما تدي يا أمي أجل نحن مجغولان جميعنا نحتاج للفحص كي نتأكد أن أسناننا نظيفة حسنا يا أبي جورج هل أسنانك نظيفة مثل أسناني؟ أول زيارة لجورج لطبيب الأسنان لديكم أسنان نظيفة سيفرح بكم طبيب الأسنان بابا وجورج عند طبيب الأسنان ينتظران الفحص آه الانتظار ممل جدا هذه المجلة مسلية جدا إنها عن البطاطس فقط آه آه بابا جورج الطبيب سيراكم الآن مرحى هذا الدكتور فيل الطبيب أهلا بابا أكنت تخسرين أسنانك؟ نعم دكتور فيل جيد الآن من سيبدأ؟ أنا أولا لأنني فتاة كبيرة راكبني يا جورج اجلسي هنا رجاءً تمسكي افتحي فمك من فضلك آه أكثر من فضلك آه آه من الصعب الحديث عندما يكون فمك مفتوحاً آه 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 انتهينا يا لها من أسنان نظيفة بابا بيك ليس لدينا درج لدينا أنفاق واو منزل رباكا مختلف عن منزل بابا هذه هي غرفتنا واو لديك سرير وأيضا نافذة وصندوق لعب مثلنا تماماً بالطبع يعجبني منزلك أتمنى لو كنت أرنبة أيضاً أولاً حركاء فيكما وفعلها ها كذا سكوينك 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 هاهاهاهاها جيد يا أرنبة بابا وأرنب جورج كما تحب كونها أرنبة جورج يحب كونه أرنباً الأرانب تحب الجزر هذا لذيذ نعم 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 هذا لذيذ ياه جورج لا يحب الجزر لا يريد حتى تجربته حسناً المزيد لنا أيضاً ريبيكا ما الذي يحبه الأرنب أيضاً الأرنب تحب القفص تعاليا للخارج سأريكما بفطيق الحافلة وصلت أسفل الجبال طريق الجبل وعر جداً هيا يا حافلة صدف عليها هيا يا حافلة هيا يا حافلة بابا وأصدقائها وصلوا قمة الجبل انظروا إلى هذا رائع 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 من قال هذا إنه صدى صوتك وما هو صدى الصوت الصدى هو الصوت الذي تسمعينه عندما تتحدثين عالياً بالجبال يا بابا هاااااا هاي هو أحيغو هاهيغو ؟! لنقفز الأرانب تحب القبص إنكم أرانب رائعون وقت الغداء يا أطفال الأم والأب حضر الغداء ريبيكا هي من علمتنا كيف نكون أرانب إذن سيروقكما المفضل لدينا الجزر لذيذ جدا لذيذ جدا إن جورج لن يأكل هذا الجزر أو يا جورج ظننت أنك أرنب الأرانب تحب الجزر جورج يأكل الجزر هذه كعكتنا المفضلة كعكة الجزر مرحب كعكة الجزر جورج أرنب حقيقي الآن سكويك سكويك بيبا 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 ورثتها مني أيمكنني الحصول على الشراب الوردي؟ أجل لكن لا تتلعيه يا بيبا اتسقيه جورج حان دورك الآن؟ لا جورج لا يريد أن يكون هذا دوره يمكنك إمساك سيد ديناسور بينما يفحص طبيب أسنانك داينسور سعيد برؤيتك يا سيد داينسور إنه ليس داينسور حقيقياً إنه من البلاستيك تمسك جيداً أحسنت صنعا يا جورج الآن فلترني أسنانك جورج لا يريد أن يرى الطبيب أسنانه جورج افتح فمك هكذا ها هم هناك قد انتهينا لديك أسنان قوية ونظيفة يا جورج هم بالفعل جيدونك أسنان يا دكتور فيل أجل جورج فخور أن لديه أسنان نظيفة بابا بي الصدى ممتع حان وقت نزهتنا بابا تحب النزهات الجميع يحب النزهات أين البطاط؟ دوما يظهرنا عندما نقوم بالتنزه بابا السادجة البطاط لا يعيشنا في قمم الجبال أهلا سيدة بطة أترغبين خبزا؟ البط محظوظ اليوم هناك الكثير من الخبز البط يأكل بسرعة يا إلهي وقت الرحيل هيا أصعدوا حان وقت العودة حظي الجميع بوقت رائع لنغني كلنا أغنية أنغني أغنية البنق بونق أرجوكي أهو أرجوكي يا سيدة بابا بغن غني أغنية البنق بونق حسنا سنعزفو لحظا ونغني أغنية مع بنق و بونق و بينق بون بين بو بين بون بم بين بين بون بين لي فانجلي بو بون بين بو بين بون بين 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 لي فانجلي بو جورج لا تنسى الشراب الوردي أو لكن انتظر ما هذا؟ ما الخطو يا دكتور فيل؟ جورج أسنانه نظيفة لكن أسنان ديناصور متسخة جدا أو لا دكتور فيل غاضب بشكل كبير من سيد ديناصور مطلقا يا بيبا وظيفتي أن أجعل الأسنان نظيفة أعطني مضخة الماء من فضلك الطبيب يستخدم الماء لطنبيه أسنان سيد ديناصور الملمع يا أنسة أرنبا سيكون هذا مزعجا دكتور فيل يلمع أسنان سيد ديناصور وردي وردي هذا صحيح سيد ديناصور يحتاج للشراب الوردي الخاص رائع لديك أسنان لمعة يا سيد ديناصور 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 مخيف جدا جورج حب سيد ديناصور خاصة بأسنانه اللامعة بابا تيكو بابا تيكو الطفل الرضي بابا وجورج يزوران ابنة العم كلوي اليوم مثلما ستقابلان كلوي ستقابلان ابن عمكم الجديد بابا وعائلتها وصلوا منزل كلوي مرحبا أهلا بالجميع مرحبا بابا وجورج هذه كلوي ابنة عم بابا وجورج لكن أين ابن عمنا الجديد ها هو ابن عمكم الرضيعة ابن العم الجديد هو رضيع صغير اوه انه طفل جميل هي فتاة رضيعة لا انه صبي اوه تمنيت لو كانت فتاة انا ايضا جور سعيد لأن الرضيع صبي ديناصور الرضيع صغير على اللعب بالديناصورات جورج الطفل الرضيع لا يريد اللعب معك بل يريد اللعب معي أنا بيبا إنه صغير جدا على اللعب بالكرة لكن إن لم يستطع اللعب بالديناصور أو هذه الكرة ما الذي يفعله؟ إنه يأكل وينام ويفعل هذا أنتي بيج هل يمكنني يحمل الطفل؟ أجل إن توخيت الحضرة يمكنك يحمل أليكزاندر أليكزاندر؟ هذا اسمه الطفل أليكزاندر يا له من اسم كبير على طفل صغير إنه لطيف بالرغم من أنه صبي كاكاكاكا أوه ما هي تلك الرائحة؟ ربما سنغير حفاظتها أليكزاندر هذا مكرس بابا عندما كنت طفلة ارتديت الحفاظات أنا لم أفعل أمي ألعب مع جورج وبيبا بالحديقة؟ أجل الأنسة النبا تقود الحافلة وعلى يسارنا نرى التلال والأشجار مرحبا جميعا أهلا بابا كل أصدقائي بابا هنا هل يمكننا ركوب القطار؟ أقوم بجولة تعليمية بالحافلة للأطفال الصغار هل القطارات تعليمية؟ أجل بالتأكيد ليرفع يده من يريد ركوب القطار الآن أنا 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 وليرفع يده كل من يريد البقاء في الحافلة حسنا لتذهبوا إلى القطار وسأتبعكم في الحافلة أطفال قطار جدي أسير recordings معتوق حسنا واليوم بفطيخ كل تسهم لدي خطاش وعنط عليه معطفان اليوم لدينا طالبة جديدة الفيلة أامالي أهلا يا أمالي أهلا أميلي خجولة قليلاً من سيري أميلي أين تعلق معطفها؟ أنا 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 نحتاج فقط واحداً بيبا أري أميلي أين تعلق معطفها؟ أجل سيدة جزال كل مننا لديه خطاف للمعطف هذا الخطاف لك يا أميلي أميلي تعلق معطفها على خطافها الآن يا أميلي ما الذي تودين فعله اليوم؟ تلوين صلصال بناء مكعبات لا أعرف ربما بناء المكعبات والبقية تلوين صلصال بناء مكعبات بناء المكعبات يا إلهي بناء المكعبات محبوب الجميع يريد الجلوس بجانب أميلي أميلي عليك وضع مكعب فوق الآخر هكذا بالضبط تماماً من الأفضل أن تضعهم جانباً إلى جنب لا هكذا يا أميلي بل هذه الطريقة الصحيحة لا لا يا أميلي هكذا الجميع ساعدها جداً لكن أميلي كيف تودين اللعب بالمكعبات؟ لست وفقها قد أفعلها هكذا رائع كلاوي أهو شيء جيد أن لديك أخاً رضيعاً؟ أجل أليكزاندر لطيف جداً تمنيت لو أن جورج رضيع صغير لطيف أعرف جورج يمكنه الدعاء أنه رضيع صغير ويركب عربة دميتي فكرة جيدة لا جورج لا يريد أن يكون رضيعاً جورج إن ادعيت الآن أنك رضيع أعيدك أنني سوف أكون لطيفة معك دائماً للأبد جورج يفكر ويمكنك اللعب بألعابي جورج يفكر بجدية حين نعود للمنزل ستلعب بكل ألعابي لقد قرر جورج يا له من رضيع لطيف ها هي القطة كاندي والحمل سوزي والأرنبة ربكة وزوي أهلاً لماذا جورج في عربة دميتي هذه؟ هذا ليس جورج إنه طفل رضيع لكن هذا جورج جورج يدعي أنه رضيع أهو فتاة أم صبي؟ إنه فتاة لا جورج لا يريد أن يكون فتاة حسناً إنه صبي أنا لدي بعض البسكويت أيود الطفل رضيع وحدة منها؟ أو لا لا يمكنه أكل البسكويت جورج يحب البسكويت ربما يمكنه تناول وحدة إنه ذكي جداً وأيضاً وسيم للغاية مضحك جداً إنه أفضل طفل رضيع على الإطلاق جورج يحب هذه اللعبة بيبا وجورج أتيا للعب بحديقة الجدة والجد ما تلك الضوضاء؟ إن الجد يصنع شيئا أهلا يا بيبا وجورج توقيتكم ممتاز لقد أنهيت صناعتها للتو أيمكن أن نعرف ما هي بالضبط؟ سأريكم قطار لعبة صغير هذه ليست لعبة هذه جيرترود إنها نموذج مصغر للقطار ألا يحتاج لسكة حديدية للسير؟ أو لا وضعت بها عجلات سيارة كي تذهب لأي مكان تريده جدي أيمكننا ركوب جيرترود؟ إصعد سنسير بأقصى سرعة إلى اللقاء يا جدتي أراكم لاحقا تتوجود حبان قطار الجدي الصغير قطار الجدي يسير تشو 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 قطار الجدي يسير تشو 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 طوال اليوم والصغار على القطار هب 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 والصغار على القطار طوال اليوم هاه هههههههه هيا هو الكلب الجد، ومعه الكلب داني مرحبا أهلا داني أرى أنكم تلعبون لعبة القطارات لعبة؟ جرت رود ليست لعبة كيف حال شاحناتك الصغيرة؟ شاحنة الصغيرة؟ شاحنتي مركبة جيدة وملائمة للعمل جدي أيمكنني ركوب القطار؟ كما تريد يا داني إن كنت تحب اللاعب بالقطار شكرا يا جدي مركة لاحقا تفتي وقت اللعب مرحبا أميلي أتودينا اللعب مع الآخرين في الخارج؟ إن سمحت فلتأخذه أميلي لمكان اللعب أجل سيدة جزال وقت اللعب فات وأصدقاؤها يلعبون بالحديقة لن تمسكني دوري بيبا هي الأكثر سخبا أميلي دورك أنا لست واثقة أجل يا أميلي حسنا سأحاول يا إلهي كان هذا ساخبا رائع تفتي ها هي أنتي بيغ وأليكزاندر الرضيع واو طفل صغير رضيع حقيقي إنه جميل جدا ألطف بكثير من جورج جورج أحب كونه الطفل الرضيع أوه جورج ستكون دوما طفلي المحبوب الرضيع حان وقت لعبة جديدة ماذا عن مطاردة الديناصور؟ مخيف جدا جورج أحب كونه الطفل الرضيع لكنه يحب كونه جورج أكثر تفتي أميلي أتودين لعب لعبات مفضلة؟ ما هي لعبتك المفضلة؟ القفز في برك الطين لعبات المفضلة أيضا فتحب جدا القفز في برك الطين أميلي تحب جدا القفز في برك الطين لابدو هذا ممكعا هيا السيدة جزاند تحب جدا القفز في برك الطين الجميع هو يحب جدا القفز في برك الطين أميلي هل استمتعتي بأول يوم للعب معنا؟ أجل سيدة جزال أرى أنك حظيت بأصدقاء جدد أجل إن الفيلة أميلي هي صديقتي وصديقتي أيضاً وأنا 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 أميلي من تحبين أكثر؟ أحب سوزي وداني وزوي وربكا وبيترو وأيضاً أباً تفطي الكثير من الطين لا نريد أن نعلق في الطين ربما علينا الذهاب بطريق مختلف إنها مجرد بقعة من الطين هيا يا جيرتروت يمكنك فعلها هيا هيا يا حافلة تتفعليها الحافلة علقت بالطين يا إلهي أهلاً يا أنسة أرنبا كيف حالك؟ أنا عالقة أتستطيع مساعدتي؟ بالطبع أشاحنتك قوية كفاية؟ ثقي بي أجب أن نجح الأمر؟ آه لا نحتاج لمركبة ذات قوة أكثر أيمكنني المساعدة؟ إنه شيء يمكنني التعامل معه شكراً أنا لدي فكرة يمكن لقطار جران باب بيك سحبي من الطين هذا تفكير جيد قطار الجد سيسحب الحافلة من الطين أقصى سرعة هيا يا جيرترود هيا يا جيرترود فرحة عمل رائع كم هو مذهل ما فعلته بقطار لعبة لعبة؟ جيرترود ليست لعبة جيرترود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق جيرترود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق بي با بي بي با بي بي با بي جيرترود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق جيرترود أفضل قطار في العالم بأكمله على الإطلاق